الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قال المصنف رحمه الله باب الضعيف قال ما نقص عن درجة الحسن قليلة ما أمتع ما ذكر الإمام الزهبي ما أمتع ما ذكر قال الضعيف إيش قال ما نقص عن درجة الحسن قليلة هو زاد على شيخه قليلة هذا ما أمتع ما ذكر وذلك حتى تعريف في النزهة تعريف فيه أخذ ورد كما سنبين إن شاء الله قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة فآخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف نعم يعني خف ضبطه جدا خف ضبطه جدا نعم أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتركين كابن لهيعة وعبد الرحمن ابن لهيعة هو الآن ما قال فيه بأنه ثبت ده قال فيه هنا إيش هو ضعيف أنا قلت رأيكم أنه ابن لهيها يترك لأمور ثلاثة الأمر أول لضعفي الذاتي الأمر الثاني لتدليسه الأمر الثالث لاحتراق كتبه فأضعفته أكثر لكن الشيخ عمد شاكر يعني يأخذ بكلام أحمد بن حنبل فيه وبتحسين حديثي يقول بلدي الرجل أعلم إيه أعلم به على أن أحمد بصالح المصري كان يوثقه نعم قال كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمسي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير نعم جزاك الله خلق كثير الضعيف وعرفه المصنف ما ناقص عن درجة الحسن الضعيف يعني عرفه ابن الصلاح وعرفه العراقي عرفه وقبله ابن دخل عيد عرفه وعرفه ابن الصلاح واحتمال عليه والسيوتي والحفظ ابن حجر والتعريفات متقاربة لكن أمتع التعريفات وأضوة التعريفات تعريف ابن دخل عيد وهو التعريف الذي تبناه على إمام الدهدي قاربه تعريف الإمام العراق فتعريف وأيضا في البيقونية احنا درسناها قبل ذلك لو أخوة تذكر درسناها للنساء وكانت للنساء صارت ليش للرجال وهو كل ما عن رتبة الحسن قصر الإمام يقول كل ما عن رتبة الحسن قصر فهذا هو هو الضعيف ولذلك الحفظ العراقي قال أما الضعيف هو ما لم يبلغ رتبة الحسن أما الضعيف هو ما لم يبلغ رتبة أو مرتبة الحسن وهذا القول حقا هو الذي قاله قبل العراقي قاله من ابن دخل عيد هو الذي قاله وقال بأن الحسن هو ما قصر أو الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن هو ما قصر عن رتبة الحسن فهو الضعيف أما ابن الصلاح للجميع من المتاخنين عوّل عليه كان يقول الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن حديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن وطبعا هذا كان فيه مآخذ كثيرة إيش المآخذ الفيها حريصة ممتاز لفضة فوق لما يقول بأنه لا تشاهد فيه شروط الصحيح ولا الحسن يبقى ده حشو لأنه لا تشاهد فيه شروط الصحيح انتهى الأمر صحيح لكن لو قال لا تشاهد فيه شروط الصحيح هينزل لدرجة الحسن فيبقى إذن هو الصحيح حسن وإيه وزيادة الصحيح حسن وزيادة فيبقى إذن كان الأولى قال لا يأتي بإيه بمثل هذه اللفظة ولكن اعتذر له بعض العلماء ببعض المعادين لسنا بصدد الكلام على هذا والحافظ بن حجر أيضا في النزهة عرف الحديث الضعيف قال كل حديث لم تجتمع فيه أيضا صفات القبول كل حديث لم تجتمع فيه صفات هذا لا يبعد كثيرا عن كلام ابن الصلاة لأن القبول يدخل فيه صحيح ويدخل فيه إيه الحسن أيضا صحيح يبقى إذن التعريف الصحيح للحديث الضعيف هو ما قاصر عن ردبة الحسن الحديث الضعيف هو ما نزل أو كما قال الإمام الذهبي هو ما نقص عن درجة الحسن هو ما نزل رتبة عن درجة الحسن الحديث الضعيف فيه مسألتان نبين كيفية معرفة أنواع معرفة أنواع الحديث الضعيف إجمالا على التصور على الصبورة وبعدين نتكلم عن المسألة البحث الثاني المسألة المهمة جدا في هذا الباب وهو العمل بالحديث الضعيف طيب نقول المبحث الثاني وبعدين المبحث الأول خلينا في المحث الثاني الأول المحث الثاني العمل بالحديث الضعيف العمل بالحديث الضعيف هذا فيه أقوال بلغت لخمسة أقوال لكن سأجملها في أقوال ثلاثة القول الأول القول الأول العمل بالحديث الضعيف ولو في الأحكام حتى فعنا هذا أنا رضت عليه متولا في الرد على ممدوح سعيد عندما رد على الشيخ الألباني وقال من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فردت عليه متولا لأنه أتى بأدلة من التلميذ يمت بحديث ضعيفة ويعمل بها بيانت له أن هذه الحديث ضعيفة لكن العلماء الذين عملوا بها ما عملوا بها لأنها ضعيفة هي عندهم إيش عندهم بلغت درجة الاحتجاج بها وهذا نوع من أنواع الرد عليه في هذا الباب عمتا قالوا بأن حديث الأحكام يعمل بها حديث ضعيفة يعمل بها حديث الأحكام وهذا صراحة مخالف للأسق ومخالف للتشريع لأن الرجل على قال وما أتاكم رسول فأخذوا منكم عنه فأنته إما أن تستخن أن هذا من قوله السلام أو يغلب على ظنك أنه من قوله السلام والضعيف لم يغلب لم تستخن ولم يغلب على ظنك بل غلب على ظنك إيش أنه لم يقول لأنك الآن دخلت في حكم بظن مرجوح بشك وهذا لا يمكن الأحكام لا تبنى على ذلك ولذلك العلماء قعدوا قاعدة الأحكام فرع على التصحيح الأحكام فرع على التصحيح القول الثاني العمل به في الترجيح يعني يعمل به في الترجيح يعني إيه يعمل به في الترجيح يعني لو في حديث صحيح وهذا الحديث الصحيح خالفة وحديث آخر صحيح وهذا الأول يقول الحكم حرمة والحكم الثاني حل ويأتي حديث ضعيف بالحرمة فنقول هذا حديث ضعيف يسند هذا الحديث الصحيح فيجعله راجحا على الحديث الآخر ما بقاش فيها تعرضة فاتساقط ولا تساقط أبدا استغفر الله لأقصد بقول الأصليين فيكون هذا من باب الترجيح يرجى حديث على حديث لأنه احتمالية قوله السلام فيها وردة احتمالية قوله السلام في هذا الحديث الضعيف وردة فيبقى عندنا طريقان أثبت الحرمة وطريق أثبت الحل الطريقان يتفوقان على الطريق والثالث قالوا يعمل بالحديث الضعيف في بيان المبهمات أو المهملات مفهوم يعني يأتينا حديث يقول مثلا أنس يقول عن رجل الزهر يقول عن رجل عن أنس فأتي حديث ضعيف يظهر هذا الرجل من طيب يقول الزهر يقول حدثني رجل ممن أطلق فيه أو قال حدثني رجل عن ابن عمر عن النبي السلام فيأتي طريق فيه ضعف يقول الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر فيعتمد هذا الحديث وإن كان ضعيفا يعمل به أنه بيان لي المهمل أو المبهم في هذا الطريق فيبين المهملات فيؤخذ به من هذه الفائدة القول الرابع صحيح يعمل به لكن في فضائل الأعمال يعمل به فضائل الأعمال طبعا اشترطوا له شروطا أن تخفى الأمثاركم قال يعمل به فضائل الأعمال يعني فضائل الأعمال في النوافل من المستحبات في فضائل الأعمال واشترطوا له أولا قال لا يكون الضعف شديدا يعني ضعف شعيد انتهى الموضوع لأن الاحتمالية احنا بكونوا احتمالية واردة وان كان الضعيفة فوردة قال لا يكون الضعف شديدا أن يكون إيش تحت أصل عام يعني آية عامة حديث عام في هذا الحكم آية عامة الثالث قال لا يعتقد العامل ثبوته وقال لا يعتقد الأج وهذا طبعا فيه ما فيه من النظر لا يعتقد الأج وما هيعمل ليش يعني هذا فيه ما فيه من النظر ولكن اعتقد ثبوتها وهذا الذي يمكن أن نقول الصحيح القول الخامس وهذا الذي أدين الله به ولكني أتسامح في بعض الرويات والأحاديث التي رجحت عندي أنها ضعيفة ولكن الخلاف فيها وارد وأن بعض العلماء حسنها فأنا بقول فيها يعمل فيها بفضائل الأعمال في هذا الباب وإن حسنها وعمل فيها بالأحكام له ذلك القول الأخي وهو لا يعمل بها لا في فضائل ولا في غير فضائل ولا يعمل بها بحال من الأحوال لأمور كثيرة الأمر الأول أننا لم تزمت عنه السلام والأمر الثاني عندنا كفاية في الصحيح لما لا تفعل الطعيفة عندنا كفاية في الصحيح الأمر الثالث أن هذا ذريعة لإهمال الجد والاجتهاد في مسألة التصحيح والتضعيف مهما دام الضعيف يعمل به يبقى ليش بها يجتهد يشوف له طريق آخر ولا لا فابقى هو يعمل به طيب فإذا الصحيح الرجع في ذلك لا يعمل بالحديث الضعيف لا يعمل بالحديث الضعيف يبقى لنا الكلام على مسألة أنواع الحديث الضعيف الحديث الضعيف إذا اختل شرطه طيب من شروط الحديث الحسن جيد هذا هو الضعيف يبقى عندي الحديث الضعيف كده جيد شروط الحديث صحيح اتصال سند اتنين ها عدالة الرواة ثلاثة ضبط الرواة أربعة خلو عدم الشذوذ خمسة عدم العل كله شرط من هذه الشروط إذا اختل إذا اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث وإيش ضعيفا طبعا الضبط يكون ايه تمام الضبط ولا حسن خفيف الضبط خفيف الضبط صحيح؟ لو قلنا هنا الشرط الأول مثلا اتصال السند عند الضعف هنقول ايه نقول انقطاع السند هنقولنا ما معنى اتصال السند اتصال السند أن التلميذ يقول حدثني شيخ سمعته من شيخ أخبارنا أنباءنا حدثنا صحيح؟ يأتي هنا الاتصال نفي الاتصال معنى الانقطاع الانقطاع هذا يعني فيه سقط معنى الانقطاع هناك سقط يبقى انقطاع هنا نعملوا بين قوسين سقط السقط ده معنى ايه بقى هنا التعليق معلق سقوط السند من أوله المعلقات المعلق نوه يقول عن ابن عباس البخاري يقول عن ابن عباس المعلق هذا انقطاعه الآن انقطاعه معناه سقط والسقط معناه عدم اتصال السنة او تعرف ضعيفه او اعضال والاعضال ايضا سقوط راويين متتابعين نقول حشام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بينه وبينه ايش ابيه عائش صح اهو ده اعضاله مفهوم او الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سالم وايه وابن عمر اهو يبدأ ايه اعضال اهو سقط هذا الضعف اهو الآن من الشرط الاول الذي اختل الانقطاع مالك عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا انقطاع ليش في مين نافع صحيح طيب او يقول البخاري مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ايش البخاري عبد الله ابن مسلم القع نبي او سقط او بلقع نبي يبدأ انقطاع سقوط راوي اما من بدء السند او من اخر السند او من الوسط هذا انقطاع اهو ضعف او الان او ارسال الارسال على الرارح مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ سقوط ايش الصحابي اللي هو الراوي الاعلى هاي يبا هادي كلها ايش ها بسبب اختلال شرط واحد وهو الاتصال فيه شيء هنا مختلف فيه اللي هو ايه تدليس حديث العنعنة والانقانة مختلفهم فيه هل ده ضعف مش ضعف هذا امر اخر لكن او اختل شرط حصل الضعف هات الشرط الثاني هو ايش عدالة يبا هنا ايش الفسق صحيح والمذهب والثالث خوارم مرؤة ماشي بيأكل في الشارع ودي معناها ان احنا كلنا ايه ولا واحد فينا يصلح الرواية صحيح ولا لا الحمد لله ان العرف يقر بهذا لان هو ورد عن ابن نقطة انه مر عليه بعض الرواة فورده يأكل تمرة على باب البيت ده من وراء مستخبي على باب البيت يأكل تمرة قال تأكل تمرة اما علمت انهم لو رأوك اين المرؤة قال المرؤة المرؤة ماتت مع الذين ماتوا ده هذا النقطة ده في افستيات المائة الاولى بيقول المرؤة مات مع ذلك ان احنا لبعض الرواة يقولون انخرام المرؤة بعد بغطاء الرأس ودي معناها ايه يا اشه كريم الحمد لله يعني طبعا هذه المسألة اصالة دائرة على الاعرف دائرة على الاعرف طيب هذا خوار المرؤة يبقى العدالة هو يبقى ضعفه من هنا ومن هنا وطبعا ماذا باذا مختلف فيه وبياننا امس في ارشاد الفحول ان الرارح المذهب ايش لا ترد به الرواية الثالث الضبط الضبط يبقى انا عندي تمام وعندي ايه خفيف اقل ينتهي كيف بقى اقل نقول يهم يخطئ صح كده يخالف هنا فاحش الغلط صحيح في الضبط فاحش الغلط طبعا فاحش الغلط كثير الغفلة ايضا منكر الحديث منكر الحديث والنكارة دي ايه خالفة كثيرا فايه فترك النكارة دي انه اصلا لا يحتمل تفرده وانه يخالف السقاط فهذا المنكر يبقى ضبطه ضعيف جدا اه من تمام الضبط يتبقى ايش المتروك هو المتروك اهو لان المتروك ممكن يكون متهم وغير ايش المتروك المتروك هذا العصد فيه المخالفة بعدين ها عدم الشذوذ يبقى هنا الشذوذ كايه مثلا كمثلا حديث المسح ثلاثا على الرأس ده شاذ لفظة شاذة مين مين اللي يتعصى بالجناب من عبد الرحمن ابن اردان ايضا حديث صحيح مسلم لفظة شاذة اللي هي ايش لا عندنا لفظتان اللي هي حديث انس ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه خلف ابي بكر خلف الامسالة ابي بكر وعمر يبدو من الحمد لله رب العالمين متفق عليه قف هنا كاف مسلم انفرض وقال ايش ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه لفظة شاذة وان كانت في مسلم لانه لما رجع انس قال اكان يجهر بها ام لا بس ما لا قال لا ادري ولا ادري اصالة فهنا كانت من تصرف الروات انه فهم انه لما قال يبدؤون بالحمد لله رب العالمين لا يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم مع انه لم يذكر يعني انه يحفظ عن ذلك شيء فهذه شاذة طيب وفيها ايضا في مسلم ايضا حديث الايش ولا يرقون المتفق عليه ولا يسترقون ولا يرقون شاذة ولا نقول بقول المتفق عليه نحن لا نوهم الراوي استاذ الله نخالف المتفق عليه في هذا ونقول لا لا نوهم الراوي ونقول لا يرقون رقية شركية الصحيحة انها ايه لفظة شاذة لان جبريل قد فعل ولان النبي فعل واقره من فعل وطلب من يفعل فلا يلوز ان يقال سبعون الف يترقون جنة منهم لا يرقون لا هذه لفظة شاذة من ذلك ايضا ذكر الشمال قال مسحاء على ظهر ادم بيمينه طيب قال في الجنة وبشماله شماله دي لفظة ايه شاذة لان المتفق وطبعا من العلة فيها عمر ابن حمزة طيب فهذه شاذة المتفق عليه قال مسحاء بيمينه وبياده الاخر او قال بيمينه وبياده الاخر في الراوي الاخر خلو الشذود شاذة خلفة استقاط فهو ضعيف الرابع حديث ابن عمار لما عرض على النبي او نعم هذا شزوز لما قال ابو سفيان اا اكريمة نعم صحيح حديث اكريمة ابن عمار الحمد لله لانه لما قال ازوجك اجمل نساء العرب عندي ازوج اليمن ومعاوية اكتب لك الوحي وهذا لم يصح لما تزوجها لما هاجرت الى الحبشب هذا شذوزه الضعيف فهذه تخصيمة الاحديث الضعيف كلما حفظت انت هذه الشروط وعرفت كيف تستخلصها استوعبت جميع انواع الاحديث وهذه ان شاء الله ستأتي اتباعا باذن الله اقول خولي هذا واستغفر الله اهلي ولكم